دعوني أخذ مكالمة معي ماركوس من مصر أهلا وسهلا أخ ماركوس أهلا بك أخ نزار أهلا وسهلا تفضل أخ ماركوس كنت حابب أشارك بسؤال يعني ممكن يكون بيشغلني ويشغل بال كتير من المشاهدين كتير يعني الوقت الحالي يمكن يكون أكتر تطور من حيث التكنولوجيا لكنه أكتر صعوبة من حيث التحديات العالمية الحروب الزروف الاقتصادية التحديات المالية اللي بتوجه كل بيت أصبح احتياجات كتير غير مسددة إزاي وسط كل ده كون بشعر بالكوة والسلام والفرح بدون ما ألجأ لأي شيء عالمي يكون بيغضب الرب أو يكون مش في ما شئته أمين شكرا كتير يا أخ ماركوس هذا سؤال وسؤال كتير كتير مهم مع أنه في طيات هذا السؤال كان الجواب من خلال الحديث عندما نحصل على الحياة الجديدة الطبيعة الجديدة ولكن أكرر أن هذا تصميم تصميم يعني مهم جدا نصنع هذا التصميم بغض النظر شو عم بمر في ظروف وأحوال حوالينا ومثل ما ذكرت شتين بين الرغبة والإرادة فالله يطالب الإرادة تجديد كمان نخضع إرادتنا للرب وأقول في هذا العام أصمم بنعمة الرب وبمعونة روح الرب أن أتغير أن أتجدد أن أكتسب مثلا عدات جديدة أتغير فلما أنا بتغير من جو أنا بتغير أولا بصير نظرة لكل الأمور التانية نظرة ربانية من عينين إلهية من قلب إلهي فالمسيح يمتلئ بالمحبة فنحن نحب كل الناس يعني أنا بستغرب مرات اللي بيجاوبون على الفيسبوك لما منكتب بعض البوستات بفكرون أنه هاي كراهية ولا عداء حب أحكيها علنا لكل المسلمين ولا يوجد أي مسيحي حقيقي في العالم اختبر الولادة الروحية والتجديد الروحي بيكره أي مسلم ما في مسيحي في العالم بيكره أي مسلم بالعكس نحن نحب المسلمين هن من شعبنا من عظمنا من لحمنا من حياتنا ومنحب هن من كل القلب إذا الكتاب بعلم أحب أعداءكم يعني الأعداء مش البشر يعني الأعداء هم اللي بيتحركوا من إبليس مع كل هذا نحن نحب كل الناس ولكن يعني فيه شخصية النبي حبقوك في العهد القديم شوف شو كتب كان كل الصورة قاتمة بتشبه أيامنا حرب احتلال كان نبو خد نصر والبابليين جيش يعني بده يمحى الإخضر واليابس من أرض يهودة أورشليم وشاف كل الأمور خلاص يعني معاتش فيه أي أمل اسمع الكلمات الأخيرة اللي كتبها في حبقوك إصحاح ثلاثة آخر آيات سبعتاش بعتقد لتسعة عشر بقول فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما ينقطع الغنم من الحضيرة ولا بقر في المذاود شوف التصميم فإني أبتهج بالرب وأفرح تصميم وأفرح بإله خلاص بقول الرب السيد قوتي ويجعل قدميك الأيائل ويمشيني على مرتفعاتي أنا بشوف اللي عم بسير بشفقة بحنية بمحبة لازم نساعد إخوتنا وأحبائنا نسدد احتياجاتهم نصلي من أجلهم الرب يحميهم والرب يعوض والرب يقطع الشر والأشرار الرب يجيب شيء جديد على شرقنا الأوسط اللي أثبت خلال مئات وألاف سنين ما فاتش أي شيء خلينا نجرب إشي تاني شو رايك نجرب نمشي على شريعة المسيح العزة على الجبل صمم في هذه السنة أنك تتبع يسوع وتؤمن بيسوع وتعيش يسوع ويسوع يكون الرب والسيد والمخلص على قلبك وحياتك فيصبح كل شيء جديد ومتجدد في حياتك أيضا إحنا منفكر موراء السنة منفكر في الحياة الأبدية منفكر أن الحياة قصيرة أحبائي ظل عابر بخار يظهر ويختفي ولكن العلاقة مع المسيح علاقة أبدية آمن بالرب يسوع فتخلص وسلم حياتك حتى يكتب اسمك في سفر الحياة اشتركوا في القناة